السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد كل عام وحضرتكم بخير النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض على نوع مختلف من الفيديوهات يعني الفترة الجاية هنركز على حاجة مختلفة وإن احنا نشتغل أكتر على التطبيقات العملية لأن التطبيق العمل بيكون أهم بكتير جدا من الشرح بشكل مستمر وده اللي بحاول وبحرص عليه في القناة أنا بحاول دايما أعمل لك نموذج لمشروع بالذكاء الاصطناعي أي أن كان فيديو أو فيلم وثائقي أو أي بقى نوع من أنواع الكونتنت أو المحتوى وبطلع أكلمك عنه ولكن النهاردة إحنا هنعمل مع بعض يعني الشرح العملي هيكون بشكل مباشر يعني مش هعمل حاجة الأول وبعدين أقول لك تعاملت إزاي لأنا هخش على طول في الموضوع بشكل عملي النهاردة مع بعض هنعمل إيه؟ النهاردة هنعمل مع بعض محتوى أنيميشن بالذكاء الاصطناعي لو أنت عايز تعمل محتوى مثلا على سبيل المثال للأطفال هل اللي حعمله النهاردة ده على أي نوع من أنواع المحتوى باستخدام الأنيميشن؟ أي نوع من أنواع المحتوى؟ ولكن أنت عايز توصل إيه من خلال الفيديو اللي إحنا هنعمله النهاردة؟ أنت عايز توصل هدف أو عايز توصل رسالة؟ أو زي ما قلت لك أنت عامل فيديو للأطفال بتشرح لهم حاجة فيه بحاجة مبسطة؟ فأنت ممكن تعمل الموضوع اللي إحنا هنشتغل عليه النهاردة النهاردة بقى هنشتغل على كل المواقع اللي بتوتيح لنا عمل هذا المحتوى الموضوع هيتم كالتالي أول حاجة هبتدي أن أنا أستعين بشات جي بي تي علشان أحصل على المحتوى اللي أنا عايزاه وممكن طبعاً ودل أفضل أن أنا أضيف عليه أو أعدله الحاجة الثانية أن أنا هبتدي أروح أخذ المحتوى الكتابي وأحوله إلى صوت باستخدام موقع 11 Labs الحاجة الثالثة هنا أنا أحوله إلى AI Talking Avatar ولكن باستخدام الانيميشن من خلال موقع Adobe Express وآخر حاجة بروح بقى أبتدي أن أنا أشتغل على Canva الفيديو بتاعي واستعين بالخلفيات المختلفة أو الأدوات اللي موجودة في Canva لإنشاء هذا الفيديو دي المواقع اللي أنا هشتغل عليها أول حاجة هبتدي أروح لشات جي بي تي وإحنا عارفين شات جي بي تي بيدعم اللغة العربية واللغة الإنجليزية فأنت أشوف محتاج المحتوى بتاعك بإي نفترض أن أنا عايز المحتوى بتاعي باللغة العربية فهبتدي هنا أقوله أيمن بحب أخاطب شات جي بي تي كده يعني أقوله أنت كاتب أرف أكتب للأطفال مثلا أعطني ستريبت على لسان مثلا تخصية كارتونية تعلم الأطفال كيفية تكتب محترف سكريبت على لسان شخصية المعلمة التي تعلم الأطفال كيفية استغلال وقت الفراغ بالأجازة الصيفية لازم أحدد الكاركتر إيه هو لأن أنت لو محددش الكاركتر حيتخيل بقى هو من عنده يديك حاجات مثلا يعني إيه من دماغه فهنا العنوان استغل وقت الفراغ في الصيف طبعا أنت ممكن تغير في العنوان المعلمة صارة معلمة محبوبة للأطفال تهتم بتنمية مهارتهم وتعلمهم القيم الإيجابية طبعا أنت ممكن تعمل الكلام ده كسود باكجراوند كده فأنت هنا بيكون عندك الشخصية اسمها والباكجراوند بقى الشكل هيكون عامل إزاي والخلفية عاملة إزاي وتبتدي أن أنت تشتغل على كلام ده هفترض مثلا أن أنا عايزة هنا أخذ تدي وأبتدي أن أنا أروح للإليفن لابس بالمنظر ده كده بقوم حطى التكس ببتاعي هنا بيعرفني المعلمة صارة هي معلمة محبوبة للأطفال تهتم بتنمية مهارتهم وتعلمهم القيم الإيجابية ستحدثهم مثلا عن كيفية استغلال وقت الفراغ في الأجازة الصيفية لعمل أشياء يستمتعون بها مثلا وتنفعهم طبعا أنت لازم تزيف شوية يعني من عندك وأبتدي هنا أختار الشخص مثلا يكون مين واحد ولا واحد أنا أختار أنه هو يكون ناريشن ونبتدي أن إحنا نعمل جينيريت ودايما احرص لما تكون شغالة على بروجيكت أن أنت دايما تعمل فولدر في كل حاجة أنا معرفش الصوت واضح ولا لا بس أنا ممكن أن أعمل داونلود وسمعكم الصوت لو أنتم حابين لوحده بشكل منفصل المعلمة صارة هي معلمة محبوبة للأطفال تهتم بتنمية مهاراتهم وتعليمهم القيم الإيجابية ستحدثهم عن كيفية استغلال وقت الفراغ في الإجازة بعد كده حبتدي أن أنا هنا أروح للأدوبي إكسبرس وأروح هنا الأدوبي إكسبرس للأنيميت فروم أوديو يعني أنت لما حتروح كده الأدوبي إكسبرس حتلاقي في عندك حاجة لو أنت روحت عند الفيديو حتلاقي حاجة اسمها أنيميت فروم أوديو أنيميت فروم أوديو عجبني في الفترة الأخيرة أنها زودت الكاراكترز صحيح أنت ما بتقدرش ترفع الكاراكتر بتاعك ولكن دايما بقول لكم يا جماعة لما تكون بتشوف موقع معين معجبك الشغلة عليه تابع دايما الابديتس بتاعته علشان تشوف ايه الجديد فيه لا ربما بعد كده مثلا يكون فيه ابلود للكاركتر هتذي بعد كده اختار الكاركتر بتاعي الكاركتر بتاعي انا هخليه يتكلم ولكن انا هنا عايزة اخلي شخص هو اللي بيحكي القصة نفسها فانا هتذي اختار شخص هو اللي بيحكي القصة في الاول خالص لو انا حبا يعني فهنا مثلا ممكن اجيب شخص بيحكي القصة اللي هو الراوي اللي بيحكي القصة بتاعتي مثلا شخص زي ده وممكن على الفكر خليه background زي ما هي لانه هو اخدد لك واقع من حاجة لو انت اخترت في background ان يكون transparent مش هيعملك download للفيديو فحاول ان انت توفر عليك وقت من الاول بدل ما يحولك للإدوتر لا حاول ان انت تحط لو انت حتشيل background في canva ممكن تشيل background في canva عادي جدا انا مختار اختار اي background سهل ان هو يتشال وابتدي ان انا ارفع الملف بتاعي بالمنظر ده كده ابتدي ارفع الملف بتاع الاوديو بتاعي بيبتدي ان هو يترفع وكأن الشخص اللي قدامي ده هو النريتور اللي هو بيحكي القصة فممكن اجيبه في مشهد لوحده في بداية القصة وبعدين ابتدي ان انا اخش على المعلمة سارة وابتدي اجيبها هنشوف دلوقتي مع بعض الموضوع هيبقى ماشي ازاي انا بحاول يعني ايه طبعا فيه ناس creative عني مش شعط الشخص اللي بيوصل لك المعلومة او اللي بيشرح لك حاجة يكون هو شخصيا creative في عمل الحاجات دي كلها فيه ناس يعني ما شاء الله عندهم قدرة على ان هم يفكروا ازاي يعملوا مشهد او يكونوا ممكن اصلا ما تستعينش بشات جي بيتي ويكون عندك انت المحتوى الخاص بيك فكل مرحلة ممكن تكون انت voice over ممتاز في كل مرحلة من المراحل الاربعة اللي هنتكلم عنها انت ممكن تكون متميز في حاجة انت تستخدمها فما تعتمدش اعتماد كامل على الذكاء الاصطناعي ولكن انا بشرح لكله لان لو في حد عنده مشكلة في نقطة ونقطة تانية هو شطر فيها خلاص خلاص حبتدي اشوف كده الشخص هو بيتكلم حبتدي هنا اعمل download واوريك الفيديو بتاعك لانه الصوت معرفش ازا كان حيطلع ولا لا لو الصوت ما طلعش حبتدي ان انا اعرضه لك على طول دلوقتي حيطلع قدامك المعلمة سارة هي معلمة محبوبة للاطفال تهتم بتنمية مهاراتهم وتعليمهم القيمة الايجابية ستحدثهم عن كيفية استغلال وقت الفراغ في الاجازة الصيفية لعمل اشياء يستمتعون بها وتنفعهم ده يا جماعة animation for free يعني انت بترفع الصوت وهو او تسجل الصوت على فكرة في record لو انت عايز تسجل بصوتك وده الممتاز فيه تعمل record بصوتك او ترفع وتبتدي ان انت تعمل download بعد كده للشخص اللي بيحكينا الموضوع عامل ازاي هنتقل بعد كده لأول scene معي انا خلاص اخدت الفويس وحولته الانيميشن انا هروح لcanva ولما هروح لcanva هاختار ايه اكيد هروح اختار الفيديو هروح اختار الفيديو بشكل عام حتى لو انت بتستخدمه مش شارط تكون بترفع ال content على اليوتيوب انت ممكن تكون بتشرحه للاطفال حواليك او مجموعة حواليك هنا هقول له create planc video بالمنظر ده كده وحبتدي استغل ال resources الموجودة في canva هروح بقى اجيب اي خلفية انا عايز احطها هنا فانا في الغالب هجيب حاجة كارتونية الشكل يعني عشان تبقى ماشي مع ال style اللي احنا شغالين به يعني فانا هروح لفوتوز هنا هروح مثلا اشوف الراوي اللي هيقول الجملة الصغيرة دي انا ممكن اجيبه فين مثلا احطه فين ممكن اسبت ال background نفترض انه هم مثلا في garden في حديقة او في رحلة او whatever المكان اللي هم موجودين فيه مثلا نفترض مثلا انه هم عاملين زي camp كده هنا هحط يعني set image as background وهروح اجيب الفيديو بتاعي هبتدي ان انا upload ارفعه انا هنا رفعته وحبتدي احطه هنا طبعا زي ما احنا شايفين في background الميزة بقى اللي عندي ايه هي ان انا اقدر ان انا روح اعمل edit video بس ده طبعا عند فيه وعمل remove لل background في بعض المواقع كتيرة اللي بتقدر تشيل لك ال background فالموضوع برضو رجع لك اضطه بالمنظر ده كده الشخص هنا مثلا بيروي القصة الراوي يعني هحطه هنا ممكن اعمل شوية edit عشان بعد ما شلت ال background كده حس ايه ان انا ممكن اخليه اعمل adjust خلي في contrast الالوان شوية في brightness شوية saturation للالوان ممكن تحط شوية حاجات هنا مثلا ممكن تجيب الاشخاص ال students على سبيل المثال وليكن اروح لل elements وابتدي اكتب students وابتدي اختار ال students دول ونفترض ان هم دول كده وكأنهم واقفين هنا مثلا اهو واجيب المعلمة نفسها هي هتتكلم بعد كده ممكن انا اعمل حاجة حلوة جدا بقى ان انا هنا اسجل حاجة فاضية هنا انا اسجلت عادي جدا audio فاضي زي ما احنا شايفين وابتدي ان انا اعمل download وابتدي احطه في الخلفية المعلمة مع التلاميذ عشان احافظ على character بتاعي نفس الشكل يكون معي ده اللي انا عملته ان انا يعني سجلت ايه audio فاضي خالص وبعد كده هبتدي اخد ال video ده وارفعه على canva هنشوف مع بعض الكلام ده دلوقتي هنا هبتدي ان انا اعمل download وابتدي اخد الفيديو بتاعي ده فين ابتدي اخده هنا وابتدي ان انا ارفعه upload بالمنظر ده كده وارفع ادي character ممكن اروح اعمل edit واشيل ايضا ال background بتاعي هروح ل effects واشيل ال background ادي هنا اشيلت ال background هبتدي ان انا اعمل flap كده يعني عشان تبقى كأنها وقفة مع الطلبة بالمنظر ده كده وهنا ده بيكون ال background وال character زي ما احنا شايفين ادي هي المعلمة صارة وقفة مع التلاميذ بتعمل حركات بسيطة جدا كأنها بتتكلم معهم والراوي هنا بيبتدي ان هو يحكي ممكن بتحط شوية عناصر بقى elements هنا مثلا نحط يعني احنا هنا بما ان احنا هنا في يعني زي كده كأنها في garden كده ممكن مثلا شوية بقى عصافير بقى او حركات كده ايه حلوة كده يعني اهيه يتدي شوية animation لذيذ كده اهو flowers حاجة كده بتتحرك بس في حاجة animated اعمل اهو ممكن حاجة لذيذة زي كده مثلا اهيه حاجات دي بتبقى صغيرة بس بتبقى لطيفة يعني حتى انا احطها هنا مثلا حاجة كده وزي ما احنا شايفين كده ايه شوية content بسيط ممكن اعمل animation اعمل animation للاولاد الفيد كويس المعلمة كأنها كده بصوا بتتحرك لذيذ جدا الانيميشن ده والشخص هنا بيتكلم وهكذا مش شرط تستخدم الشخصية دي ولا الشخصية دي اختار الشخصية اللي تعجبك الموجودة في الكاراكترز مشان اديك بس ايه مثال مش اكتر زي ما احنا شايفين ده بالنسبة للسين الاولاني عايز بقى تكتب التاكست هنا يبقى حلو وتحط التاكست وتعمله animation براحتك زي ما انت عايز نعمل حاجة كده ثانية سريعة مثلا هروح كده لشات جي بي تي وابتدي مثلا هنا ايه المعلمة سارة مرحبا اطفالي او اهلا اطفالي الاعزاء اتمنى ان تكونوا جميعا تستمتعون بوقتكم مثلا نعمل كمان سين مع بعض مفيش مشكلة ونروح هنا ونبتدي نختار السين ده وهنا انا عايزة اروح اختار صوت كارتون جي جي انيميشن وعمل جين ريت ممكن اخليها اهلا احسن اهلا اطفالي الاعزاء اهلا اطفالي الاعزاء اهلا اطفالي الاعزاء اشتركوا في العطلة الصيفية انا لما بلاقي عندي كلمة كده مش واضحة بستبدلها بكلمة مراضف لها بمعنى مرحبا خلتها اهلا حسيت انه نطف مرحبا مش عجبني فاستبدلتها باهلا فلقيت الصوت احسن وهكذا لحد ما يبقى بقى الدعم اللغة العربية دعم كامل شامل والإيفيشنسي والكفاءة عالية جدا والأوتبوت بتاع الصوت عالية فاحنا بنحاول كده ايه نتحايل بشكل او باخر على اي كلمة ما بتتقلش بشكل جيد هروح بقى مرة تانية كده هاختار الكاركتر بتاعي وهبتدي ان انا اعمل براوز تقدر تعمل ريكورد بصوتك براحتك جدا انتليك في كل مرة 2 minutes and 1 جيجا بايت وعلى الصوت ما يجهز هبتدي مثلا اختار السين التاني وليكن هو نفس السين يعني انا هاخد ده كنترول سي نفس السين هحط دهو كنترول في وهاخد الاطفال هم هم هكم هنا ممكن اخلي الاطفال كده مثلا واقفين هنا المراضي هنا هعمل داونلود وابتدي ارجع مرة تانية زي ما قلتلك الكرياتيفتي بتاعتك انت اللي تقدر تعمل اللي انت عايزه فيها وشوف بقى ريسورسز الموجودة وطلع كاركتر وعمل اللي انت عايزه انا بس بقولك على الفكرة مش اكتر هبتدي اعمل ابلود واخد اهو الشخص اهو هعمل اديت فيديو شيل باكجراند ويه حبتدي ان انا ممكن اغير بقى في الاليمنت شوية اهو باكجراند تانية اهو خالص تماماً المعلمة سارة هي معلمة محبوبة للاطفال تهتم بتنمية مهاراتهم وتعليمهم القيم الإيجابية ستحدثهم عن كيفية استغلال وقت الفراغ في الإجازة الصيفية لعمل اشياء يستمتعون بها وتنفعهم اهلاً اطفال الاعزاء اتمنى ان تكونوا جميعاً تستمتعون بوقتكم في العطلة الصيفية زي ما قلتلك انت تقدر تعمل حاجات احسن مني بكتير جداً انت بس انا بقولك الطريقة وانت تقدر انك انت تجرب تعمل الحاجة اللي انت شايفها جيدة وبجودة عالية بعد كده في الاخر خالص بعد ما بتخلص السينز وتحط الترانزيشن والكلام ده كله بتبتدي تعمل شير وتبتدي تعمل داونلود للفيديو بتاعك ده بكل بساطة استخدام شات جي بي تي استخدام إليفن لابس استخدام ادوبي اكسبرس واستخدام كانوا في عمل محتوى انيميشن للاطفال او لغير الاطفال بالذكاء الاصطناعي شوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد يارب تكونوا بتستفيدوا بكل اللي احنا بنقدموا ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو بتشوفنا الاول مرة ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك وشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى